قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا وصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال هذا اليوم بزيارة إلى منطقة الصبخة المحاذية لقرية البحرين الدولية للقدرة حيث اتبع جلالة الملك المفدى وسمو الأمير الحسن بن طلال جانبا من منافسات مسابقة البحرين للصقور والصيد في نسختها السنوية الثالثة والتي تقام برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية وتتواصل منافساتها حتى منتصف الشهر المقبل لدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال إلى منطقة لصبخة المحاذية لقرية البحرين الدولية للقدرة كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة واستمع جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم سمو الأمير الحسن بن طلال إلى إجاز قدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن هذه المنافسات التي تشمل سباق الخيل العربي الأصيلة ومسابقة الصيد بالكلاب السلوقية ومسابقة القنص والتي تقام في إطار الأسبوع الرابع من منافسات بطولة البحرين للصقور والصيد والتي يشارك فيها متسابقون من مملكة البحرين ثم تابع جلالة الملك المفدى وسمو الأمير الحسن بن طلال منافسات هذه المسابقة بعدها ودع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب وفي ختام الزيارة هنى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما تحققه منافسات المسابقة من نجاح متواصل وعلى المشاركة الواسعة من المتسابقين والملاك والإقبال الكبير من محبي ومتابعي هذه الرياضات التراثية العريقة معربا حفظه الله عن تقديره البالغ للجهود التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر في إحياء تراث الآباء والأجداد والمحافظة عليه من خلال إقامة مثل هذه الرياضات العريقة وتطويرها وترسيخها في وجدان الأجيال مثمنا جلالته دور سموه ورعايته لهذه التجمعات التراثية الرياضية والتي تعزز من ثقافة المورثات النابعة من التراث البحريني الأصيل التي توارثناها جيلا بعد الجيل كما أثناء العاهل المفدى على الجهود والإسهامات المتواصلة من قبل سمو الشيخ هالد بن حمد آل خليفة في دعمه لهذه الرياضات وترسيخ مبادئ التراث الوطني وتعزيز القيم والمورثات لدى الشباب البحريني ونوه جلالة الملك المفدى بالمستويات الفنية القوية التي ظهر بها المشاركون من الملاك والتي عكست قوة المسابقة وما اكتسبته من شعبية وحضور جماهيري من محبي هذه المسابقات كما نوه جلالته بإشراك النشء والبراعم في المسابقات الرياضية التراثية بما يتيح لهم فرصة التفاعل مع الماضي ويفسم في غرس مثل هذه المورثات وتأصيلها في نفوسهم الأمر الذي يعزز معاني انتمائهم الوطني معربا جلالته عن تقديره لجهود المنظمين لهذه المسابقة والقائمين عليها وإسهاماتهم في الحفاظ على التراث الأصيل وهنع جلالته جميع الفائزين والمتسابقين في منافسات هذا اليوم متمنيا لكافة المتسابقين التوفيق خلال منافسات المسابقة من جانبه أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وضيف جلالته على حضور بطولة البحرين للصقور والصيد يساهم في دعم مسيرة الرياضات التراثية وإعلاء تراث البحرين وصونه والحفاظ على مسيرته التاريخية وتعزيز التفاعل أجيال الحاضر بمفاهيمه وأضاف سموه أن متابعة جلالة الملك ولقاءه مع اللجنة المنظمة والمشاركين في البطولة كان له الأثر الكبير في رفع حماسهم من أجل المحافظة على الرياضات التراثية الأصيلة إضافة إلى تحقيق التنافس في مختلف مسابقات البطولة مشيرا سموه إلى أن جميع المشاركين يثمنون عاليا زيارة جلالته لبطولة الصيد وبمثابة الدعم الحقيقي لتطوير الرياضات التراثية في المملكة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن رياضة الصقور والصيد تحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة الرشيدة التي تولي أهمية كبيرة لتحقيق التطور برياضة الآباء والأجداد لما تحتله من مكانة كبيرة عند أبناء البحرين مضيفا سموه أن المشاركة الكبيرة في الحدث والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في المسابقات تمثل تطورا مميزا يعكس حرص القائمين على نجاح مسيرة الفعالية واستمراريتها سنويا وبين سموه إلى أن منافسات البطولة ستواصل طريق النجاح والتقدم انطلاقا من حرص الجميع على إعلاء شأن رياضة الآباء والأجداد لافتا إلى أن مسابقات الصيد بالصقور تحظى بشعبية كبيرة باعتبارها عشرين رياضة تراثية قيمة وقنية عن التعريف بجانب ما تشكله من جزء رصين وأصيل في رياضات الآباء والأجداد والتي لا بد من دعمها في مسيرة الأجيال القادمة والعمل على تعزيز حضورها وتسخير كل الإمكانيات لتبقى حاضرة كرمز تراثي ورياضي تفخر به الأجيال وأكد سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مسابقات البحرين للصقور والصيد وفي ظل المتابعة من قبل جلالة الملك المفدة نجحت في قطع شوط كبير نحو التطور والنمو والازدهار بفترة قياسية وتمكنت من إعلاء نهجها وثقافتها ودورها الريادي عند جميع الأجيال مشيرا إلى أن مملكة البحرين تعمل على حماية التراث وتاريخ المملكة المرتبط بالثقافة التراثية وغيرها من الموروثات في البيئات الأخرى من خلال إقامة وتنظيم مثل هذه المسابقات التي تعزز التواصل والتلاقي بين جميع الصقارين لممارسة هواياتهم في المحافلة التراثية الهادفة للفخر والاعتزاز بتراث البحرين الأصيل المترجم للقناة المترجم للقناة